أهلا بك أستاذ خالد بشكرك على ظهورك معنا اليوم على شاشة العربية في البداية عوزك تكلمني عن موضوع قرار الترشح لمجلس الشعب ليه وازاي يعني ازاي جاتا فيك يعني أنا مبدئيا أنا كنت مشارك في صياغ دستور مصر من خلال لجنة الخمسين وأنا كنت صاحب اقتراح أن يحذر على من صاغوا دستور مصر الترشح للبرلمان أو للمناصب التنفيذية في الدولة لمدة خمس سنوات بس القرار ده أو المادة اللي أنا اقترحتها رفضت من معظم الأعضاء ولم تقر فده ما كانش فيه نية مبياتة عمدي بالترشح يعني فلكن الترشح ده جاء بناء على أسباب موضوعية حصلت على الأرض بعد 30 يونيو وبعد إقرار الدستور أن الناس حست أن الثورة حتى هذه اللحظة لم تغير أحوالها الثورة في النهاية هي علم التغيير فإذا لم تغير من أحوال الناس خاصة فقراء اللي قامت من أجلهم إذا الغلابة ما خدوش حقهم في البلد دي تبقى أكد ما فيش ثورة فشعرت أن هذه اللحظة حتى هذه اللحظة أن الناس ما خدتش حقها صحيح استطعنا أن احنا نحول شعارات الثورة للنصوص دستورية ملزمة ولكنها إذا لم يجيء برلمان مؤمن أعضاء بهذه الشعارات إيمان عميق جدا وإيمان أصيل اللي هيحصل أنه ممكن يلتفوا على هذه المصوص فلقينا مش أنا الواحدي لقينا أنا وبعض الشخصيات أنه لزاما علينا من لديه فرصة النجاح في دائرته عليها أن يتقدم الآن لأن احنا عندنا غابة من تشريعاتها تضغير وفق الكونسبت الجديد اللي عملوا أو الروح المصوص الدستورية الجديدة وعلينا أن لا نخل الساحة للانتهازيين كي يتقدموا فيحشر الناخب المصري ما بين السيئة والأسف يعني خاصة اللي زاد من يقيني أنه لازم أترشح أنه أطلت على الساحة رؤوس كثيرة جدا من رموز نظام مبارك ياريت الرموز يعني الشريفة لكنها رموز الفاسدة لنظام مبارك أطلت من جديد وبتفكر في الترشح وبتحاول أن تضع موضع قدم في النظام الجديد لها مرة أخرى ويعيدوا مرة أخرى استنساخ نفس النظام بكل سياسات واللي هي قدت إلى إغناء الغني وأفكار الفقير فإذا لم نتقدم إحنا الآن وسبنا لهم الساحة فالناخب أو المواطن هيبقى هيحشر ما بين هذه الاختيارات يشوف مين الأقل فسادا وينتخبوا فلابد إذا لم النخبة اللي زي حالتنا إذا لم تتقدم إحنا دلوقتي بنزنق الشعب المصري في اختيار سيء جدا فلاقينا أن إحنا لازم نتقدم فأنا واحد من الناس المؤمنين بشعارات هذه الصورة اللي تحولت نصوص دستورية ومصر أن إحنا نعمل أو نصير قوانين تصد في صنع دولة العدالة ده أول هدف لي في هذا التراشرح وهو صنع التشريعات اللي تبني دولة العدالة اللي كل مواطن في مصر يشعر بأنه له حق ونصيب عادل في صاروة البلاد ده كان السبب الأولاني السبب التاني أنه بنشعر أن فيه شعار تنكين الشباب شعار حتى هذه اللحظة ما تحولش الواقع ففي دايرة زي دايرتي لقيت لو يعني أنا بحثت الأول في دايرتي عن شباب يترشحوا يستطيعوا أن هم يتغلبوا على الرموز السابقة للنظام مبارك لقيت للأسف مش هيستطيعوا النجاح والرموز دي هتستطيع إسقطه فأنا تقدمت في محاولة أن أنا خلال الخمس سنين لو قدر لي واخدت ثقة أهل دايرتي أن أنا أقدر أعمل حركة شبابية تمكن الشباب من خلالها في الدخول في المجالس المحلية ومن ثم يقدروا يفرزوا قيادات قدرة على أنها تترشح بعد خمس سنوات في البرلمان وتبقى منهم قيادات تنفع تبقى محافظين ويبقى يبقى وزراء طيب رأيك في تقسيم الدوائر الانتخابية؟ أنا قلت رأيي للسيد رئيس الوزراء وقلت رأيي للوزير العدالة الانتقالية السابق حتى واتكلمت مع ناس موجودين في لجنة الإصلاح الدستوري الإصلاح التشريعي اللي بيصيغوا القوانين وقلت رأيي أن إحنا مستهدفين ننمي الحياة السياسية وننمي الحياة الحزبية في مصر يبقى القانون الحالي اللي يتم على أساسه الانتخاب القانون غير صراح لصنع هذه الحياوية السياسية فلابد من تغييره لكن لو اتحججنا بأن الوقت لن يسعفنا في إقرار القانون يكون مدروس جيداً فليكن ما يكون القانون ده راديين بيه بس تجرى الانتخابات بسرعة لأن الفراغ اللي موجود في البلد أن البلد ما فيهاش برلمان وما فيهاش مؤسسة تشريعية والحمل كله ملقى على السيد الرئيس سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أنا رأيي ده مش في صالح مصر إحنا أصبحنا في جوة ديمقراطية فعلاً ولا لسه بدري على مصر؟ لا أخدي بالك من حاجة لا يستطيع أي حاكم ولا أي نظام بعد صورتين صنحهم الشعب المصري أنه يقول أو أنه يحلم أنه يعمل ديمقراطية زائفة الشعب المصري خرج في الصورتين من أجل حريته وكرمته من أجل ما صار ديمقراطي حقيقي والتحول الديمقراطي هيحدث هيحدث والديمقراطية مش منحة من حد الشعب المصري خدها بدماء شهداء وبمعاناة شديدة جداً وباقتصاد تهالك وبمعيشة أصبحت أكثر دنكن عشان يحصل على هذه الحرية وهذه الديمقراطية فهي مش منحة من حد فالسؤال حوالين أنه فيه ديمقراطية وليس ديمقراطية؟ لا الديمقراطية أتياته لا ريبة فيه في عملك أستاذ خالد دايماً بتسلط الضوء على أطفال الشوارع العشوائيات جبروت السلطة زي هي فوضى هتسلط الضوء برضو في مجلس الشعب هتحول تحلها بقوانين أو بمشاريع من خلال مجلس الشعب؟ بلا قد نشك كل ما نضلت من أجله في الأفلام سواء الدفاع عن المهمشين والدفاع عن أبناء الطبقات الدنيا في مصر والفقراء والغلابة بشكل عام ده انحياس حقيقي جوايا وإلا ما كنتش عملت الأفلام ديت وعملت سلسلة من الأفلام بتدافع عن هؤلاء فعندما أصبح نائباً إذا قدر لي أكيد هيبقى ده يعني لأنه جزء من تكويني وهو انحيازي للفقراء دولة العدالة الاجتماعية التعبير الأمين عنها اللي هي أن يكون لكل فرد نصيب عادل من صروة بلاده ده أحد قناعاتي السابتة اللي أنا هودافع عنها باستباتي والنصيب العادل من صروة البلاد مش معنى أن احنا هندي كله واحد ألف جنيه لأ النصيب العادل أن كل مواطن لول حق في العلاج زي وزي الآخر يعني ابن الفقير يتعالج زي وزي ابن أغنى واحد في مصر ابن الفقير يستطيع أنه يتعلم زي ابن أغنى واحد في مصر يعني أن الخدمات تصل لكل مواطن بعدالة هي دي العدالة الاجتماعية أن احنا كلنا يبقى فيه دولة تكافؤ الفرص أن أنا أستطيع أن أتقدم لوظيفة أنا والآخر وأنا الأكفأ فأنا اللي أفوز بهذه الوظيفة مش عشان أنا عمدي وسط يعني دولة تكافؤ الفرص دولة العدالة الاجتماعية الحاجات دي كلها أكيد هتلاقيني بدافع عنها حكم الفرد أكيد هبقى ضده أي تكريس أو محاولة لتكريس نظام حكم الفرد أو لأي مظاهر فيها أي درجة من درجات الاستداد ستجديني دائما ضدها ودائما أكرس الحرية اللي هي الفطرة اللي ربنا خلق عليها الإنسان قبل أن توجد الدول وقبل أن توجد البسادية وقبل أن توجد القوانين برنامج خالد يوسف الانتخابي اكتمل أم لا وهيكون بيحتوي على إيه أهم من نصوصة للبرنامج الانتخابي سأقول لك أن برنامجي هو باختصار هو شعارات الثورة تحويل شعارات الثورة الواقع على الأرض شعارات الثورة الشعب المصري ده خرج آل عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية ثم في الثورة الثانية في 30 يونيو آل يسقط حكم المرشد يعني عايز دولة مدنية ديمقراطية حديثة آل تسقط أمريكا ويسقط يعني آل عايز دولة مستقلة فالاستقلال الوطني والدولة المدنية الحديثة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والعيش والتعايش في ناس فهمة كلمة العيش بس أنه عيش للخبز لا العيش التعايش وأننا نتعايش مع بعض كل هذه المفاهيم سأدافع عنها باستماعاتها وهي برنامج الحقيقي هو البرنامج ده ده الدستور اللي حطه الشعب المصري تقريبا مش الدستور حتى بتاع لجنة الخمسين احتياجات المواطن المصري يعبر عنها العقل الجامع المصري في الثورتين بجلاء دون أن يكون هناك قائد الثورة دون أن يكون حزب بيقود الثورة دون أن يكون طيار سياسي بيقود الثورة وأعرب عن احتياجاته بهذه الشعارات وبالتالي هذه الشعارات تاجي أن تكون خط أحمر كده عند كل البرلمانيين في مصر عليهم أن يحققوا الدولة اللي بيحلم بيها المصريين اللي هي دولة العدالة ودولة الحرية ودولة الكارم وإيه هو المطلوب من مجلس الشعب القادم من وجهة نظر خالد يوسف؟ مطلوب من مجلس الشعب القادم تحويل النصوص الدستورية العظيمة اللي موجودة في دستور 2013 أو 2014 إلى واقع متحرك على الأرض أن الغلابة يحسوا أنه خدوا سمار ثورته أن المواطن البسيط اللي مش لاقي شغل يلاقي شغل أن اللي مش عارف يتعالج يعرف يتعالج أن اللي مش عارف يتعلم يعرف يتعلم لو محسنناش أحوال الفقراء يبقى ما كانش لها لازم السمر فأنا رأيي أن مهمة هذا البرلمان هو تحويل المواد الدستورية أو النصوص الدستورية اللي موجودة في الدستور اللي ألزمنا بها الدولة إلى واقع متحرك على الأرض طب هل هناك علاقة بين التقسيم الإداري الجديد للمحافظات وتقسيم الدوائر؟ يعني هو فيه أصوات بتقول للرئيس وبتقول لأجهزة الحكمة يعني أنه ما تعملش قانون تقسيم الدوائر قبل ما تعمل الترسيم الإداري الجديد للمحافظات وبتقول أن هذا الكلام أنه لو عملت تقسيم دوائر وبعد المجلس مثلا بسنة جي تقسيمت المحافظات فأنت خلقت كونسبت جغرافي وديمغرافي جديد ممكن يسقط المجلس في دستورية يعني يطعم في دستوريته فيحل المجلس وده كلام ممكن أقدر أفهمه لكن اللي أنا مقدرش أفهمه أن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات هو قرار متسرع أنا في تصوري لأنه قرار غير مدروس بشكل جيد وأنا يعني توجهت للحكومة وبتوجه لها مرات ومرات وبقول لها أرجوك أرجوك يا حكومة ما تعمليش تقسيم إداري جديد للمحافظات بهذه السرعة لابد أن تشركي المجتمع في حوار حول هذا التقسيم ما ينفعش تجي للمحافظة البحر الأحمر تقسيميها بالعرض دون أن تستشيري سكان هذه المحافظة إنتوا رأيكم إيه يمكن ما عرفش عمل استفتاء ما بين سكان المحافظة لكن لو في مجلس محلي لو بعد المجالس المحلية وبعد المجلس النيابي ممكن تسألي ممثلين هذه المحافظة عم رأيهم إيه في هذا التقسيم ثم أن هناك خلط في مفهوم التقسيم يعني مفروض في منطق يقول أن المحافظات مثلا هتقسيميها محافظة جبيرة زي الوادي جديد تقسيميها مثلا نصين عشان المحافظ يستطيع أن هو ينجز على مساحة جغرافية أقل فتبقى المشاكل أقل فيستطيع أن هو ينهى بمحافظته ده كونسب هل ينفع أن أنا ألاقي في التقسيم الإداري الجديد المقترح من الحكومة أن في محافظات بتتقسم عشان بالمنطق ده بمنطق التخفيف على المحافظ لسرعة إنجازه ولقي محافظات بتزيد للضعف فكل المحافظات توصل لغاية البحر الأحمر وتصل مساحتها إلى الضعف أو ثلاث أضعاف فده كونسب مختلف يعني أنا مش فاهم من فكر في هذا التقسيم اللي ملوش منطق واحد يعني إما بتقسم بتقلل يعني إما بتزود ففيه تقسيم بتقسم زيادة المحافظات وفيه محافظات بتزيد يعني ما فيش معادلة ما فيش بينهم ما فيش منطق واحد في الحكاية ثم إنه قرار غير مدروس لأنه يعني فيه محافظة زي محافظة أسوان كده واخد التقسيم الإداري واخد سطر كده خط بالعرض وحطت النوبة وحلايب وشلاتين وأسوان محافظة واحدة وده ضد سوابة الأمن القوم المصري يعني فيه حاجات أنا رأيي لابد من إمعان الدراسة عليها حتى لو قاعدت خمس سنين هي مدة البرلمان القادم تندرس وتتعامل بعض المرلمان القادم حتى لو فيه شبهة عدم دستورية لو اتعملت يعني والمجلس سقط في عدم الدستورية أنا رأيي تتأجل 3-4 سنين مش قصة لكن الإسراع في التقسيم الإداري الجديد أنا رأيي شيء خطر جدا على خطة التنمية اللي ممكن تتعامل في مصر بالنسبة لأخبار الفنية ايه آخر التطورات اللي بينك وبين غادة عبد الرازق يعني ما فيش أكتر من أن أنا قابلتها قابلت غادة في ختام المهرجان فيه كلم كتير خالي الموضوع خاد أكبر من حجمه من طبع الأمور أن تبقى فيه فنانة موجودة في ختام المهرجان وأنا فنان واشتغلت معي واشتغلت معي أكتر من فيلم ودائما يعني برغم اختلافنا في الفترة اللي فاتت إلا أن عمري ما قلت عليها أنها فنانة قليلة يعني فنانة كبيرة وموهبة كبيرة وسلمت عليها فالناس اعتبروها حدث يعني فالموضوع كبر يعني ما يستحقش كل هزيه الضجة يعني مهمني ما فيش أي حاجة دلوقتي دعم ما فيش أي حاجة